مرحبا بكم احبائي ومرحبا بكم في قناتي ومرحبا بكم فيديو جديد اليوم وإنشاء الله سنحضر معكم واحد الطبق الي رائع وكل كعشقه اليوم وإنشاء الله سنحضر معكم واحد طبق مبسط اليوم سنحضروا طنجية لesome وحد طريقة سهلة وبسيطة كيفما كيفل لم Bjorn Ihren Yine والعديد من أنواع طنجية في قناة ديالي كنت تمنا ترجعوا للقناة لكي تشاهدوا الفيديوهات ليفتقوا كيف ما كي بنيكم بالدجاج بالحم ديال الكرعين بالحم الراس بالحم انواع مختلفة ديال تنجية اليوم شاء الله ها غدي نحضر معكم احد النوع اللي مختلف و مغير مع منحضرته في القناة ديالي اليوم شاء الله غدي نحضره معكم اليوم شاء الله غدي نحضره تنجية بصيلة صغار وبالحم ديال للراس كنت تمنى كاملين تبعوا معي المرة حيل وطريقة ديال تحضر ayanاء على واحد طبق لي رائع وسهل والديد كنتمنا لتشوفوني حتى الاخير كيف ما كيبلكم هدو من مكونات اللي غادي نحتاجه كيف ما كيبلكم هنا يا من طبعة الحل المكونات كاملة اللي عندنا بقدر انتو ما تحكموا في الكيمية اللي بغيتو غادي يكون اللحم والكامون والتوم والسمن انتو ما غادي تحكموا على الكيمية اللي بغيتو على حساب عدد الأفراد الأسرة اللي عندكم وان شاء الله غادي نوريكم حاجة بحاجة هكذا كيف ما كتلكم تقاربا تنظية ما عنداشeon عبر محتة كتكون على حساب اللحيمات اللي درتي انتو كتتمشي عليهم ان شاء الله هنا غادي نوريكم القيس ديال الحم والقيس ديال كامل والكيس ديال الزيت انا غادي نقول لكم القيس ديال الحم انتم ما غادي تابعو معايا بنس الطريقة كيف ما كيبلكم اول حاجة هنا غادي نحتاجو غادي نحتاجو اللحم وغادي نحتاجو هنا يا واحد الكاس دياله زيت زيتون غادي نحتاج واحد نصف حمضة مصيرة ولا الحمض مرقد هذا ديال مراكش كيف ما كيبال يكون كي ترقد واحد لمدة طويلة باش يكون هكذا كحل هذا دي تسمى المصير الحايل وهنايا غادي نحتاج واحد شوية ديال اسمنت قربا واحد ملعقة كبيرة وهنايا واحد راس ديال التومة اللي غادي يكون مقطع رقيق وهنايا غادي نحتاج واحد الملعقة ديال الكامون وهنايا غادي نحتاج واحد ضمد البنة ديال الزافران ولكن عندكم الزافران تقدروا تخدمو غا يكون من الاحسن طبيعة الحال وهنايا عندنا بسيلة صغير ورين كيف ما كيبال لكم هدا هو القياس اللي اختاريت المهم يكونوا بسيلة صغير ورين باش ما كانوا صغير ورين غادي يكون احسن هنايا اختاريت الحمراء تقدروا تديرو حتى للبصلة البيضة كيف ما كيبال يكون هنايا عندي تقريبا واحد الكيلو ونص ديال الحمر راس وانتم ما تقدروا تديرو اكتر ولا اقل كيف ما كيبال لكم هادوا من المكونات اللي غادي نحتاجوا انتم ما تقدروا تضبلو الكيمية ولا تقللو اول حاجة غادي نديروها غادي ناخد واحد الكوكوت لكاتسد من طبيعة بالحال هنايا غادي نديرو حنية تنجية ديال الدار غادي نوضعوا لحم الراس غادي نوضعها كامل افوح تنجرة الضغط وغادي نوضع الى التوم كيف ما كلكو مراس كامل ديال التومة في كيلوونس ديال للحم غادي نوضعوا واحد لملعقة ديال السمن من الاحسن ما يكونش حار وغادي نوضعوا واحد لملعقة كبيرة ديال الكامل اللي غادي يكون مطحون كيف ما تقدروا تبتلوه بالكامل الحبوب غادي نوضعوا زيت الزيتون غادي نوضعوا دامة البنة ديال الزعفران كيف ما كلكو ميلا كان عندكم زعفران شعرة تقدروا تبتلوها انا ما كانش مطوفر عندي ومن بعد غادي غادي نوضعوا الحمض مرقد ولا الحمض مصير كيف ما كيبلكو ملون دياله كي يجيك حلي انه ترقد مدة طويلة وهدا والمصير اللي كي ينفع تنجية كيف ما كيبلكو ممكن حاولوا نخلطوا ديك الموكونات مع بعضياتهم هكذا باش تشرب لنا الحمض ديك النكاتية للتوابل ومن بعد غادي ندير الماء غادي نديره تقريبا وحدة ثلاثة لكي سنديو الماء من طبيعة الحالي انني انا ديري الحم الرس كتاخد شوية الوقت في الطياب ولكني لا كنتو ديريني غادي الحمل عادي من الاحسن ما تكتروش لماء وهنايا عندي غادي نوضع البصيلة ديولي الصغار كنوضع كل شدقة وحدة من بعد غادي نسد الطنجرة ديالي وغادي نوضعها على نار مهيلة جدا حتى كتتبلي على خاطر خطرها وكتتعسل ليا ديك اللحيمات كيف مكيبا لكم غادي تديرو الماء اللي غادي تكون لورا غادي تطفي ديك اللحم لانها ما كتبغيش تبقى كتتحلو كتتسد اكذا كتجيكم بحالة تنجي يديا نفرناتش تماما كيف مكيبا لكم كنوضع نار مهيلة ونخليها الطبع لا رحت رحتها هادي يا العافية اللي غادي تطيب عليها غادي نخليها الطنجرة ديالنا الطيب ومن بعد نرجع نشوفوا الطبق النهائي من بعد ما طبط لنا الطنجية ديالنا كيف مكيبا لكم كتجي مع السلو مع الكرائعة جدا وطيقوني هاد البصينات الصغيرين كيعطيكم واحدين نكهال اللي مختلفة الطنجية ديالكم وان شاء الله ها غادي نحضر معاكم العديد والعديد من الوصفات ديالة الطنجية اللي غادي تتاكلوهم وغادي يعجبوكم كنتمنى الوصفة ديالي وما تكون راقتكم وعجباتكم وغير جربوها ان شاء الله ما غاديش ندمو عليها واللي اول مرة كيشاهد القانت ديالي كنتمنى ما يبخلش عليا ويدير جيم ويدير ابوني وما تنسوش تفعي الجرس كيفما كنقول لكم دائما هكذا غادي وصلكم جديد الفيديوهات ديالي وجديد الوصفات ديالي وكنتمنى اتبخ تجيو هاد الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وتكتبو لي في التعليق وتقول لي الرأي ديالكم فهات طنجية وتقول لي الرأي ديالكم فالفيديوهات اللي فاتت كيفما كيبال لكم كتجي واحد نجية اللي معالك رائع جدا وصدقوني المدق خيالي كتجي واحد الحلاوة في هاد البصيلة كتعطيكم واحد المدق اللي مختلف تماما كنتمنى تشوفوا المزيد والمزيد من الفيديوهات في القانت ديالي وانتظرو المزيد والمزيد من الوصفات اللي كل نهار كنحطهم وصفت كلها يناجحة ورائعة وصلت معكم نهاية الفيديو سنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير في فيديوهات مقبلة وبسلام وصفة واخرى ان شاء الله